موسيقى عمرك سمعت عن واحدة خطف من فترة ومحدش قدر يوصله لغاية دلوقت او قدر يعرف عنه اي اخبار طيب تعرف ان كل المجرمين اللي انت شفتهم في حياتك يعتبروا ملايكة بالنسبة المجرمين على الانترنت في الفيديو ده هوريك مجرمين بس من نوع تاني مجرمين الانترنت المغرب جراب تدخل الانترنت المظلم او الدارك نت بس المرة دي جراب تدخل في اكتر مكان مظلم في الانترنت المظلم نفسه اللي اتشوف في الفيديو ده مش اتشوفه في اي مكان تاني فمتب ان اصحاب القلوب ضعيفة او سنة تحت المنتجه او سنة فنصيحة مني بلاشت كامل الفيديو ده انا حرفية لما اتعمقت في مواقع الانترنت المظلم عدت حقيقية ثلاث ايام مش عارفة نعم كوابيس طول الليل ما بتفارقنيش من اللي شفت اي حاجة اقولها او اتشوفها في الفيديو ده فهي التوعية والتحذير فقط من العالم المجرم الموجود في الانترنت المظلم ولا انصح بالتجربة نهائية في بداية المغامرة لازم تكون عارف ان المواقع كلها على الانترنت المظلم او دارك نت كلها متشفرة بشبكات تورر يعني متقدرش تدخل المواقع دي من جوجل كروم او فايرفوكس مثلا وليها متصفح خاص اسمه تورر يقدر يفك التشفير البصلي للمواقع دي شبكات تورر فعليا بتخفي بيانات المستخدمين والمواقع اللي جواها علشان كده داخل الانترنت المظلم مفيش اي حد يعرف اي حاج عن اي حاج نهائي والموضوع شبيه بغرفة كبيرة جدا من المظلمة تماما واللي بكشت عن هويت ودخل الانترنت المظلم حقيقي بيعرض نفسه الخطر كبير جدا وتعرف ليه قريب مستعجلش اول اللي ما تدخل الانترنت المظلم بيبقى مظلم حرفيا وقتبقى الشاف قدامك او حتى عارف انت رايح فين انت حرفيا لوحدك بعد اتعمك وبحث طويل جدا قدر توصل لموقع مختي جوا الانترنت المظلم وياريتني ما دخلت لقيت في الموقع ده الناس خطفين واحد وبيعزبوه وبيصوروه فيديو مباشر قلت جاه سيون خلافات بينهم وبينو او اي حاجة من هذا القبيل يعني لكن للاسف كما تعمقت اكتر في الموقع لقيت انه شخص بريء جدا واللي خطفينه ما يعرفوهوش اصلا لكنهم بيعملو كده قابل الفلوس ببص تحت كده لقيت حوالي 920 واحد بيتفرجوا على الفيديو المباشر ده وبيطالبو الخطفين في الكومنتات مش انهم يحرروا الشخص ده ويسبوه لحاله لا دول بيطالبوهم بانهم يجربوا في الشخص ده ابشع وسائل العنف والتعذيب وفي مقابل ده بيتفعض الخطفين فلوس علشان يعملو كل الجرائم ده وتنتهي مأساة الانسان المخطوف ده واللي محدش يعرف مكانه ولا اي حاجة عنه اما بالموت نتيجة شدة تعذيب او بالموت المتعمد استجابة لرغبة اللي ادفع اكتر من مشاهده لما عادت مع نالسي وفكرت ليه الناس دي ممكن تعمل حاجة زي كده وازاي حد يجيله قلب يعمل في انسان حاجة بشعة وغير ادمية بالمنظر ده فعليا اعصابي كلها تعبت مكنتش قادر اشيل المنظر من دماغي طيب سبك كده من الناس الخطفين اللي ما عندهمش اي رحمة او اي انسانية طيب وكمية المشاهدين دول اللي الدخلين يستمتعوا ويدفعوا فلوس مقابل ان طلباتهم تتنفس في شخص ومقالوش اي زم والموضوع فكرنا بالمسلسل الكوري لعبة الحبار او سكويت جيمي وانه فعلا فيه نمازج غير ادمية في البشر وعندهم امراض نفسية ملهاش علاج نهائيا انا بصراحة ما قدرتش اكمل ديئتين على الموقع من بشعة المنظر لكن قبل ما اخرج منه لقيت في الموقع جزء مظلم واعمل بكتير الجزء ده كان عبارة عن مكجر او ماركت خاص بالموقع من بين كل الحاجات الممنوعة اللي كانوا بيبيعوها على الموقع ده لقيتهم بيبيعوا فيه ناس مخطوفة واغلبهم بنات في سن الشباب واتصدمت جدا لما لقيتهم بيعملون كأنهم بضاعة او سلعة بنات في عزة شبابهم وجنب صورة كل الواحدة منهم بيانتها وموصفاتها وكمان المكانة مخطوفة منها تسعين في المائة من البنات دي ما بيشوفوش اهليهم تاني لانهم بعد خطفهم بيهربوهم الاماكن تانية في العالم وبيعملوهم معاملة العبيد حرفيا بل اسوأ من كده حاولت ان ادور على طريقة علشان اوصل لهم وابلغ الشرطة عنهم في محاولة يأسها مع بقسيس امل ان اقدر انقذ الناس دي بس للأسف محدش يعرف مكانهم ولا مين اللي خطفهم الشرطة في كل مكان في العالم عارفين كويس بالموضوع ده بيحاولوا انهم يوصلوا لهم عن طريق تكنيات التتبع الحديثة لكن الموضوع صعب ومعقد جدا انك تعرف تتتبع شخص على شبكات طر المخفية وللأسف مش كلهم بيتقابض عليهم وغالبيتهم مازالوا بيقوموا باعمال الشرطة مازالوا تحت المرأبة من الجهات الامنية حول العالم ومحاولة للوصول للمجرمين دول كما ان فيها هاكرز من نوع ويت هاكرز او هاكرز اللي بيستخدموا مهارات ومقدراتهم في فعل الخير واللي بيحاولوا انهم يقفلوا المواقع اللي زي كده على الانترنت المظلم او يتتبعوها ويساعدوا الشرطة والجهات الامنية علشان توصل للمجرمين دول للأسف منهم هاكرز موجودين على الدارك نت وموغى كتير جدا على الدارك نت للأسف بتوفر خدمات اختراق حسابات وجنوك وسيرفرات واي حاجة تتخيلها ومقابل ماد كبير طبعا بيوصل لعشرين الف دولار واكتر للخدمة الواحدة بس النوع ده من الهاكرز اسمه البلاك هاكر او الدارك هاكر واللي بيحاول بعضهم ان هما يكشفوا هوية الناس اللي بيدخلوا بالانترنت المظلم ويبتزوهم ويستغلوهم اسوأ استغلاقه ولو انكشفت هويتك فانت حقيقي بتعرض نفسك لكل المخاطر البشعة اللي على الانترنت المظلم ابسطها انه ممكن الهاكر ده يستولع على كل ملفاتك وخصصياتك على الجهاز اللي انت دخلت منه للدارك نت بس عايز اقولك ما تقلقش اغلب الاعمال دي بيتم خارج الدول العربية هتلاقي موجودة في الغالب في روسيا وامريكا وبعض دول امريكا الجنوبية فلو انت بتسمع كده عن واحد من صحابك ان هو اتخطف فاعرق ان الموضوع بيدع الانترنت المظلم ولو بتسمع كده على اليوتيوب والفيسبوك عن حكايات مرعبة واساطير وعفاريد جوه الانترنت المظلم فهي كلها خزعبالات بلا مصدقية بس برضو الانترنت المظلم عالم غامض جدا ومخيف بشكل رهيب بيعتبروا المجرمين واصحاب الانشطة الغير مشروعة مكان خاص بلا اعمالهم مشيرين الى جانب كل اللي اتكلمت عنه الا انه فيه انشطة تانية خالص زي بيع وتدول ممنوعات المؤمنين وتجارة المواد المخدرة بكافة اشكالها وانواعها وغيرها كتير وكتير من الانشطة الممنوعة دولية ولو فاكر ان كل اللي حكيته هو اللي شفته عايز اقولك للأسف لا مقدرش احكي لك اعمق من كده يفضل على نفسية المشاهد من جهة ومن جهة تانية فيسبوك ويوتيوب مش هيسمح با اعمق من كده بس لو عندك بيبي او ابن او طفل صغير هللي بالك عليه زي يعنيك علشان في مجرمين على الدارك نت بيستهدفوا خطفهم بالذات واللأسف مش هقدر اقولك بيعملوا بيهم ايه موضوع اكبر من تصوراتك بكتير ويتخطى حاجز لا ادمية كم سؤال دلوقتي يشغلين بالك مين اللي عمل انظمة وشبكات تور وعملها ليه وهل الدخول على الانترنت المظلم في حد ذات وفيه خطورة او يعتبر جريمة وهل كل المواقع والاعمال ذات طبيعة اجرامية على الانترنت المظلم وهل في مواقع مفيدة ممكن تلاقيها في الانترنت المظلم ده اللي انا اعرفه في حلقة تانية مع المفسير اكس تابعنا لو انت على اليوتيوب او فيسبوك اشوفها في حلقة تانية صديقك خلي بالك هذا نفسي اصبح الخير